هنا سنضطر إلى مشاهدة هذا الفيديو بشكل عرضي حتى تظهر المعلومات واضحة أول شيء نكتب الاسم والنسب كاملا بعدها العنوان ورقم البيت ثم البوست كود والمدينة المدينة التي تقطنون بها طبعا دينها أمسردام إلى غير ذلك ثم نكتب تيل بمعنى تليفون ونكتب رقم الهاتف ثم الإيميل بمعنى البريد الإلكتروني الخاص بنا نكتبه أيضا ونترك بعد ذلك مساحة سطرين ونكتب خأخت هير مفراو بمعنى إلى عزيزي السيد أو السيدة يعني الشخص الذي سوف يتلقى هذه الرسالة بعد أن كتبنا خأخت هير مفراو نترك سطرين مساحة سطرين ثم نكتب أو نبدأ في الكتابة لأنني أنت أما إذا كنت ذكر فتكتب فرقوب ميد ذلك نقطة للإشارة فقط لا يجب أن تنسوا علامات ترقيم فهي جدا مهمة أحيان كتب فكتب فلا تنسواف يجب أن يجب أن تكون محاولة تشعر في هذه الوصف التي يجب أن تكون هذه الوصف نتهينا الآن من الفقرة الأولى ثم نمر إلى الفقرة الثانية حيث تتكلم عن كفاءاتك ومهاراتك في م في نيوه يكوب لديه اجباء للشيائة من مشاولة يمكن يشيزد بعمال zonder veel toezicht nodig te hebben. Ik ben deskundig, vakbekwaam en daarnaast ook een goede verkoopster. الفقرة الثالثة والأخيرا Ik zie mezelf als een verkoopster in haard en nieren. Maar ben natuurlijk nooit uitgeleerd. Daarnaast ben ik boven alles een stressbestendige een representatieve werknemer. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat ik aan alle functie eisen voldoe en dat ik als verkoop advieser kan bijdraag aan het succes van jouw bedraaf. en انتهينا من الفقرة الثالثة نلقي التحية يعني نترك مسافة أو مساحة سطرين ونكتب مت فريند لك خوت مساحة سطرين أيضا ونكتب الاسم الكامل وهكذا نكون قد انتهينا من إنشاء صليستاسي بريف ناجحة وهذه هي الصورة الأخيرة التي يجب أن تكون عليها رسالة الدافع أو صليستاسي بريف